سنوات مضت على ثبات وضع المكون الكردي في تركيا لم يتغير بتغير قادة البلاد إلا نسبياً وبها مشاً ضيق معارضة وحكومة يتبارزون في النواحي الاقتصادية والدستورية إلا أنهم تاريخياً تفقوا على منهج واحد تجاه الأكراد الناخبون الأكراد في تركيا طاقوا ذرعاً بحالتهم كمواطنين من الدرجة الثانية ومن توصفهم بالإرهابيين كما يصرحون وبحلول الانتخابات التركية لهذا العام تتساءل عدة أطراف عن إمكانية تغيير في الشكل المعتاد وعن أي تحول سترسمه نتيجة الانتخابات في مستقبل المكون الكردي في حال فوز أردوغان أنا باعتقادي أن مرحلة جديدة من التصعيد ضد الكرد سواء في تركيا أو في الخارج ستبدأ خاصة أن أجندة أردوغان معروفة وواضحة وهذه الأجندة تقوم على محاربة التطلعات القومية للكرد وبالرغم من أن بقاء أردوغان في السلطة يتربص بهم ليتجه أكبر الأحزاب السياسية الكردية وهو حزب الشعوب الديمقراطي إلى عباءة المعارضة التركية إلا أن الإجابات التاريخية لا تبدي أي اختلاف جذري وواضح في السياسة اتجاه الأكراد من قبل أي شكل حكم في تركيا إلا أن منع الحكومة الحالية للأحزاب الكردية من طرح مرشحها مال بها إلى خندق المعارضة بقيادة مرشحها كمال كليشدار أغلو التصريحات الرئيس أردوغان وكذلك منافسه كمال كليشدار أغلو تجاه الأكراد هي تصريحات أنا باعتقادي انتخابية بالدرجة الأولى والهدف منها هو الحصول على أكبر نسبة من أصوات الأكراد نظر لأن هذه الأصوات ربما تكون حاسمة في تحديد هوية من سيفوز في هذه الانتخابات مصلحة متبادلة بين الطرفين 13% من الناخبين في تركيا هم أكراد تحتاجهم الطاولة السوداسية المتسمة بطابع قومي تركي لدعم موقفها بينما تحصيل الحقوق الثقافية والسياسية للأكراد هو شرط دعم حزب الشعوب لأي مرشح يقف في وجه أردوغان ليبقى ذلك رهن المجهول حتى إشعار آخر في حال فوز كليشدار أغلو أنا باعتقادي أن تركيا ستدخل مرحلة جديدة من الحراك الديمقراطي خاصة أن وسيقة المبادئ التي تم إعلانها هذه الوسيقة لاحظت الكثير من القضايا التي تتعلق بالحقوق المدنية الانتخابات في تركيا متغيرة تاريخيا لكن الثابت اتفاق جميع من حكم تركيا على موقف واحد تجاه قضية الأكراد ومع هذا يبقى المكون الكردي يتطلع لتغيير في كل مرة تجري فيها الانتخابات إيبا عمر العربية لمتابعة المزيد الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر